في الأثناء أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت خمس مجازر خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد ثلاثة وأربعين فلسطينياً وأربعة وستين مصاباً آخرين وأعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أربعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وخمس شهداء وسبعة وسبعين ألف ومائتين وثلاثة وتسعين مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي وإنما لا يزال العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المهدمة وفي الطرقات حيث لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم